رمضان يا قبس من الأنوار وهدية من عالم الأسرار رمضان قمنا في رحابك نبتغي فضل الإله وطلعة المختار الحمد لله خالق الشمس والقمر وفالق الحب والحجر ومنبت الزرع والشجر الذي هدان السبل وأعطان العبر فقال إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه جعل عدة الشهور اثني عشر والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للبشر أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء إيماني يتجدد وهذه الحلقة من برنامج هذا ديننا يقول الحق سبحانه في محكم آياته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هيا بنا لنعيش هذه اللحظات نتنسم عبيرا فواحا ونقطف بعض الورود والرياحين لنكون منها باقة عبقة نمتشق عبيرها ونحن نتدارس أحكام الصيام أولا نريد أن نعرف ما هي مفسدات الصوم مفسدات الصيام أو مبطلات الصيام سبعة الأمر الأول الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان حينما نقول الأكل أو الشرب عمدا في نهار رمضان يفسد الصيام فمن أكل أو شرب عمدا فسد صيامه ووجب عليه القضاء وارتكب إثما عظيما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يجزئه صيام الظهر وإنصامه والنبي صلى الله عليه وسلم أوه في رحلة المعراج السماوية رأى في السماء أقواما معلقين من عراقبهم مشققة أشداقهم وأفواههم تنزف دما فسأل جبريل الأمين عن أصحاب هذه الصورة البشعة فأخبره بأن هؤلاء قوم كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم يعني كانوا يتناولون المفطرات قبل غروب الشمس لا لمرض أو صفر أو عذر شرعي ولكن لأن أحدهم قد يكون مشتاقا إلى السيجارة أو قد يكون متجرئا على حدود الله عز وجل الأكل أو الشرب عمدا في نهار رمضان يفسد الصيام وعلى صاحبه القضاء مع الإثم العظيم ولكن الأكل والشرب سهوا في رمضان لا يفسد الصيام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم في رمضان فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أما الأكل والشرب خطأا فهو يفسد الصيام كيف يأكل الإنسان أو يشرب خطأا على سبيل المثال إنسان كان يتناول طعام الصحور استمر في طعام الصحور ولم يسمع أذان الفجر وبعد أن فرغ من تناول صحوره اكتشف أن الفجر قد أزن هنا وقع في خطأ عليه أن يمسك حتى نهاية اليوم وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم ولا إثم عليه لأنه أخطأ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كذلك من سمع أذان المغرب قبل وقته سمعه في جوال أو في محطة معيدة غير محطة بلده أو ما شابه ذلك فاعتقد أو ظن خطأا أن المغرب قد أذن فتناول طعام إفطاره هنا فسد صومه وعليه القضاء ولا إثم عليه ولكنه قد أخطأ فلماذا يفسد الصيام لأن الصيام له ركنان أساسيان النية والإمساك فلابد من تحري الدقة في وقت الإمساك والإفطار والإمساك يعني الامتناع عن تناول الطعام والشراب والشهوات والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع تحري الدقة في ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فهذا ركن أساسي لا يصح الصيام بدونه وهناك ركن آخر وهو النية والنية ركن أساسي مشروط لصحة الصيام فلا صيام لمن لم يبيت النية قبل طلوع الفجر هذا في صوم الفريضة أما في النافلة فيمكنه أن ينوي الصيام قبل الظهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي أنه كان يدخل بيته في الأيام العادية في غير رمضان فيسأل أهله هل عندكم طعام فإن قالوا لا قال إني صائم وهذا قد يكون قبل الظهر يعني في وقت من النهار ولكن في رمضان يعني في صيام الفريضة لا بد من تبيت النية قبل طلوع الفجر والنية محلها القلب يعني لا يشترط التلفز بالنية في الصيام ويصح للإنسان أن يعقد النية لصيام الشهر كاملا ومجرد قيام الإنسان لتناول الصحور فهذا نية فهي محلها القلب ومن أجمع النية لصيام شهر رمضان كاملا صحت له إلا إذا فصل فاصل بمعنى إذا جاءه عزر شرعي من مرض أو صفر ففصل وأفطر فعليه أن يجدد النية للصيام بعد ذلك مرة أخرى وإذا فقدت النية فسد الصيام كيف ذلك؟ على سبيل المثال إنسان علم أنه مسافر في اليوم التالي وسمع أن الجو سيكون شديد الحرارة والصفر طويل وشاق ومرهق فنوى الفطرة أخذ بالرخصة فلما أصبح وسافر وجد أن الجو معتدل وأن الصفر مريح ولا مشقة فأتم الصيام لكن صيامه فاسد صيامه بطل لماذا؟ لأنه فقد ركنا أساسيا وهو النية إنسان كان يعمل في عمل من الأعمال الشاقة كفرن أو مخبز أو مصنع أو ما شابه ذلك وسمع من الأرصاد أن الجو سيكون في الغد شديد الحرارة فنوى أن يفطر لكنه وجد لديه مقدرة على الصيام فصام صيامه فسد لأنه نوى الفطرة لأن هناك قاعدة فقهية تقول النية الفاسدة تفسد العمل الصالح ولكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد كيف ذلك؟ نقول النية الفاسدة تفسد العمل الصالح الصيام عمل صالح قام به العبد ولكنه قد نوى نية مخالفة نوى الفطر فالنية الفاسدة تفسد العمل الصالح ولكن العكس صحيح النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد إنسان نوى أن يفطر ولكنه كان قد نوى الصيام النية لا تكفيه وهذا في الصيام وفي غير الصيام النية الفاسدة تفسد العمل الصالح والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد يعني على سبيل المثال رجل نظر إلى امرأة نظرة طويلة أدام النظر فيها هذا لم يغض بصره فقام بعمل فاسد وهو النظر إلى محارم الله وإذا سألته لماذا تنظر إليها قال لك لكي أتأمل بديع صنع الله أتأمل جمال خلق الله فأقول سبحان الله حتى وإن صدقت نيته وكانت نية صالحة فهي لا تصلح العمل الفاسد لأن النظر إلى محارم الله عمل فاسد فلا بد من تحري الدقة في النية والإمساك الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلو أن إنسانا كان في المطار كان على سفر وركب الطائرة قبيل غروب الشمس وغربت الشمس يعني أذن المغرب وهو في الطائرة والطائرة لا تزال واقفة في المطار فأفطر تناول طعام الإفطار ثم أقلعت الطائرة فلما أقلعت الطائرة إلى طبقات الجو رأى الشمس مرة أخرى هذا لا شيء عليه لأن الشمس قد غربت في المكان الذي أفطر فيه إذن فالمفسد الأول من مفسدات الصيام الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان أما من أكل أو شرب ناسياً لا متناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه الأمر الثاني من مفسدات الصيام ما كان بمعنى الأكل أو الشرب كأن يتعاطى الإنسان بعض الحقن أو المحاليل المغزية مثل محلول الملح أو الجلوكوز أو ما شابه ذلك من المحاليل المغزية التي تنقل للجسم معنى الطعام أو الشراب أو نقل الدم فالدم هو قمة الغزاء وإذا نقل لإنسان دم فقد فسد صيامه نأتي إلى الأمر الثالث وهو أخطر وأشد أنواع المفطرات وهو الجماع في نهار رمضان ونقول إنه أشد أنواع المفطرات وأخطرها لأنه يوجب على صاحبه القضاء والكفارة لأنه يأثم إثما عظيما بذلك والقضاء يعني صيام يوم مكان اليوم الذي أفسد فيه صيامة والكفارة صيام شهرين متتابعين يعني ستين يوما متتاليين لا يفصل بينهما فإذا فصل لغير عذر شرعي فعليه أن يبدأ صيامه من أول يوم مرة أخرى حتى يأتي بستين يوم متتاليين صيام شهرين متتاليين أو صيام ستين يوما متتابعين فإن لم يستطع أو عجز عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكينا وهذا تجرؤ على حدود الله لذلك ينبغي على العبد المسلم أن يتجنب حتى مقدمات الجماع أو ما قد يثير شهوته في نهار رمضان لأن هذه حدود الله عز وجل والجماع إنما يكون بالتقاء الختانين يعني تغييب الحشفة في الفرج حتى وإن لم يحدث إنزال إن حدث ذلك في نهار رمضان فسد الصيام وعلى صاحبه القضاء والكفار أما الأمر الرابع من مفسدات الصيام فهو إنزال المني عمداً في نهار رمضان بغير الجماع سواء كان ذلك بالتقبيل أو اللمس أو المباشرة أو الاستمناء باليد أو ما شبه ذلك ما دام قد نزل المني عمداً وبشهوة فقد فسد الصيام على صاحبه القضاء أما من نزل منه المني لمرض أو برد أو علة من العلل المرضية فصيامه صحيح ومن احتلم وهو صائم يعني نزول المني في النوم أثناء النوم من احتلم وهو صائم في نهار رمضان فصيامه صحيح عليه لاغتسال أن يغتسل غسل الجنابة فور استيقاظه من نومه أما نزول المذي أو الودي فهذا لا يفسد الصيام وعلى صاحبه أن يغسل فرجه ويتوضأ ويتم صومه نأخذ اتصال من الأخت فاطمة من القاهرة الفضالة يبدو أن حصل انقطاع في الاتصال هذا بالنسبة للمفطر الرابع وهو إنزال المني عمداً في نهار رمضان أما المفطر الخامس فهو يرجع إلى القيء عمداً لو أن إنساناً شم رائحة النفاذة أو وضع إصبعه في حلقه أو غمز بطنه حتى يتقيأ فاستقاء عمداً فصيامه باطل وعليه القضاء ولكن من غلبه القيء دون إرادته فصيامه صحيح وليتم صومه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه من ذرعه يعني من غلبه ومن استقاء عمداً فعليه القضاء وأما المفطر السادس والسابع وهو خاص بالنساء فهو نزول دم الحيض ونزول دم النفاس ودم الحيض هو دم معروف لدى النساء ينزل في أيام الدورة الشهرية وهذا يمنع المرأة من الصلاة ومن الصيام ولا قضاء في الصلاة عليها ولكنها عليها أن تقضي الصيام معنى اتصال من الأخت أم عبد الرحمن من اسكندرية تفضلي السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كل عام وانت خير يا مرحبا حياكم الله الله يكرمك كل تعزيز أسأل حضرتك على السن المناسب بالنسب للأطفال إن أنا أعود الأطفال على الصيام يسن المناسب للصيام شكرا أما بالنسبة الأخت المتصلة تسأل عن السن الذي يبدأ فيه الأطفال الصيام هو سن البلوغ متى بلغ الأصبي الحلم ومتى بلغت الطفلة أو الفتاة المحيض فوجب عليها الصيام قبل ذلك عملية تدريب تدريب مجرد تدريب أو تمرين على الصيام قد لا يصوم الطفل اليوم كله ولكن يصوم نصف اليوم من قبل التدريب والممارسة ولكن لا تأتي على طفل صغير دون العاشرة من عمره وتكبريه على أن يصوم حتى غروب الشمس فإن ذلك قد يسبب له ضررا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إحداث الضرر فقال لا ضرر ولا ضرار والحديث الذي ورد في سن السابعة خاص بالصلاة وليس بالصيام حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشرة لكن بالنسبة للصيام مجرد تدريب وميران حتى إذا ما بلغ الطفل الحلم كان قادرا على الالتزام بالصيام نقول إن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة فدم الاستحاضة لونه يختلف عن دم الحيض وهذا معروف لدى النساء وينزل في غير أوقات الدورة الشهرية وهو لا يفسد الصيام ولا يفسد الصلاة وعندما سألت حملة بن تجحش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة قال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ولا تمنع المرأة من الصيام أو الصلاة ولكن عليها أن تغتسل وتغسل المكان وتطهره وتحكم الثياب عليه وتصوم وتصلي وتقرأ القرآن وكذلك دم النفاس الذي ينزل في وقت الولادة فإنه يفسد الصيام معنا أم نور من الإسماعيلية تفضلي تفضلي إفندي عليكم السلام لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال بس تبرى الحلقة تفضلي إفندي الفلول اللي بتيجي من البنك اللي هي مش قادرة أقول عليها غير إن هي ربا أنا خايفة منها أنا لي مبلغ سايبة في البنك عشان أطلع بي حج أو عمره فأنا بيجي لي منها بيع كل ثلاث شهور هل الفلول يجي من حق أخذها ولا مش من حق ناس كثير حللتها ونس لا شكراً فأنا خايفة منها شكراً يا فنيت الأغلب والأرجح أن القرض الذي يؤخذ من البنك يرجح تحريمه لأنه يأتي بفائلة قد ترهق صاحبها أما الخلاف فإنه أتى في مسألة فوائد البنوك البعض قال إنها مباحة ولا تدخليها في الأكل أو الشرب يعني لا تشتري بها طعاماً أو شراباً وإنما تنفطيها في نفقات غير الطعام والشراب والبعض الآخر قال إنها يعني تشبه الربا لأنها تجر نفعاً وكل ما جر نفعاً فهو ربا والله تعالى أعلى وأعلم وهذه المسألة كل واحد يأخذ بالأيصر بالنسبة له لأن اختلاف العلماء رحمة واختلاف الأمة رحمة فقد يكون الإنسان مضطراً فالمضطر أو الضعيف الذي يحتاج هذه الفائدة يأخذ بالرأي الأسهل أو الرأي الأيصر وقد يكون الإنسان غير محتاج لهذه الفائدة فيأخذ بالرأي الأحوض ضرعاً للشبهات والله تعالى أعلى وأعلم كنا نتحدث عن دم النفاس الذي ينزل وقت الولادة وقلنا إن هذا الدم يفسد الصيام ولا تجوز معه الصلاة ويختلف في ذلك دم الإجهاد أو سقوط الجنين إن كان الجنين نطفة أو علقة لم تخلق فهذا الدم ليس بدم نفاس ولا يفسد الصيام والصلاة أما إن نزل الجنين وهو مخلق يعني خلقة الجنين فهذا دم نفاس يفسد الصيام ولا يجوز معه الصلاة معنا اتصال تفضل يا فاندي من مين؟ السلام عليكم الحجة مونة معنا اتصال من الحجة مونة تفضلي حجة مونة السلام عليكم وقت التلفزيوني حجة لو سمحت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أهلا يا حجة تفضلي أهلا يا دكتور تفضلي يا فنة بقولك أنا روافي عندي حاجة مضيقاني أو إن شاء الله خير تفضلي زي ما كنت الحاجة بتطلعني من المصفرة تمام شكرا يا حج هنجوب حضرتك تفضلي الأخت المتصلة تسأل عن وساوس الصلاة يعني تقول إنها يضايقها أنها كلما دخلت في الصلاة حسب ما فهمنا من الاتصال تأتيها وساوس تخرجها أو تصرفها عن الصلاة حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قال هذا شيطان يقال له خنزب نوع من الشياطين مخصص لإلهاء المصلين عن صلاتهم وصرفهم عن الصلاة فإذا جاءك هذا الشيطان وحاول أن يصرفك عن الصلاة فاستعز بالله واتفل على يسارك ثلاثا دون بسق مجرد تفل خفيف بالهواء دون بسق على يسارك ثلاثا ويغنيك عن هذا الأمر إذا بدأت صلاتك بالاستعازة الكاملة بعد دعاء الاستفتاح يعني حينما تكبر تجبيرة الإحرام الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة ثلاث مرات وجهت وجهي للذي فتر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن صلاتي ونسقي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا دعاء الاستفتاح أذكري كله أو بعضه بعد تكبيرة الإحرام ثم الاستعازة الكاملة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفسه وفرثه وإذا دخل الإنسان في الصلاة فعليه أن يتصور أن الكعبة بين حاجبيه وأن الصراط تحت قدميه وأن الجنة عن يمينه وأن النار عن شماله وأن ملك الموت يقف خلفه ينتظر أمر الله فيه نأخذ اتصال جديد مين يا أستاذنا؟ كن موجود تفضل يا فاند كن موجود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا تفضل يا موجود تحت أمر كنت أسأل حضرتك على سؤال فضلي هم أهل بابايا ما قطعنا بقالهم فترة فضلي ومش بيكلمون يعني هو بابايا متوفي من حوالي أربع سنة تمام فهم يعني حاولنا نقرب منهم كذا مرة وكذا وهم يعني مش عايزين يكلمون على أي حاجة فهل ده يعني إحنا نسمات النقاط على الرحم في النار يعني هل ده إحنا لنا عقوبة في حاجة دي شكرا حرد عليك موجود فضلي الأخت السائلة أو المتصلة بتسأل عن مشكلة موجودة في كثير من المجتمعات وبين كثير من العائلات أن يكون فيه خصام أو قطيعة ويحاول أحد الطرفين يصالح الطرف الآخر والطرف الآخر يعرض لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر فقال أحد الناس يا رسول الله لي قرابة يعني عندي أقارب أصلهم ويقطعونني وأتقرب إليهم ويبتعدون عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الأمر كما ذكرت فكأنما تسفهم المل والمل هو الرماد المحروق يعني كناية عن أنك تلبسهم الخصارة وتأخذ أنت المكسب أنت لك الربح ولك الحسنات ولك الثواب وهم لهم السيئات والإثم والعياذ بالله خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر بأن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم نأخذ اتصال جديد ثم نكمل الرد على أم جود تفضلي أمه سام الحجة ساوسا تفضلي يا فندي أهلا وسهلا تفضلي عليكم السلام تفضلي هو عادي لأن أنا مثلا أسأل سؤال يعني أنا اسألي يا فندي متفضلي بصه أنا كنت متجوزة قبل كده أي سامع ما حصلش أن أصيبه كده ما تكملتش معي تمام فأنا دلوقتي تقدم لي حد نتجول أي تمام فهو يعني سمي يعني أول ما تقدمني كده كان اللي هو مستمي بيه وكده فهو السماكة اللي مراته بتعمل عمولاته وأنا ما صدقتش فحسيت اللي هو بيبعد ده يبقى ده إيه يعني تم الزواج من الأخ التاني ولا لسه لا لسه يعني تم لسه تمام أنا عايز أسأل حضرتك ده اللي أنا أبعد عنه ده ولا أنا أعمله شكرا فضل الأخت ساوسا تذكر أنها كانت متزوجة ثم انفصلت عن زوجها وتقدم زوج جديد لخطبتها إلا أنه متزوج في فترة الخطبة حدست بتباعد بينهما وظنت أن زوجته الأولى قد تكون قائمة من عمل السحر أو ما شابه ذلك هو الزواج مشروع في الإسلام والتعدد مشروع بشرط أن يعدل الزوج بين الزوجات فلا بأس من أن تكون زوجة أخرى إذا كان هذا الزوج الجديد سيستطيع أن يعدل بين زوجته الأولى وبينك وأما إن وجدت نفورا فعليك أن تراجع حساباتك قد تكون قد استخرت الله عز وجل وبعد الاستخارة حدث النفور لأن هذه الزوجة قد تكون غير موفقة ولكن عليك أن تعيد الاستخارة وتستخير الله عز وجل والله يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه أما بالنسبة لأعمال التفريق في السحر فهي موجودة بنص الكتاب والسنة ولكن أذكار الصباح والمساء تعصمك منها مع قراءة صورة البقرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقراءة صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطرة أي السحرة نأخذ اتصال من الأخت فاطمة من القاهرة فضاليا فندم أهلا فضاليا فندم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا كل سلام تطيب وحضرتك بكامل الصحة والعافية والأسرة جميعا وكامل الأمة الإسلامية فضالي يا رب أنا كنت حاضرة أستقل بس بعيني أنا عن شهر ومدن مفيش مشاكل فضالي أنا أستقل لحضرتك فضالي هو لما حاج يعني تبقى وجنت نظرية وتكتب بس تكتب صيغة تكتب قانونه وده حرم ولا حلالي لا ما اسمعتش ما عليش أقولي تاني يعني حضرتك لما واحدة يكونت ناها صغيرة وتكتب تكتب بس تكتب صيغة تقصدي تقصدي يعني سن صغير مش سن الزواج الشرعي تمام طيب حنرد على الأخت فاطمة بس ناخد اتصال من أم محسام تفضالي أم محسام سلام أهلا وسهلا عليكم والسلام تفضالي يا فندم وحضرتك بكامل الصحة والعافية إن شاء الله تفضالي وحضرتك بكامل الصحة والعافية يا فندم تفضالي تحت أمرك أنا واحدة مريضة كيب شفاك الله وعفاك إن شاء الله أن تتلقى في الكيب وعند السوق نسأل الله العظيم رب العاش عظيم أن يشفيك أم محسام نسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين مريضة بالكبد والسكر ويعني يرخص لها بالفطرة جريا على حكم الأطباء يعني الطبيب الذي يقرر أن الصوم قد يضر بصاحبه إذا أقر الطبيب بذلك فلا يجوز للإنسان أن يصوم كما ذكرنا لا ضرر ولا ضرار ودفع المضرة مقدم على جلب المنفعة وما دام الأطباء قد أقروا برخصة الفطر وأقروا بأن الصيام قد يضر بالمريض لأنه يتناول أدوية معينة لا ينبغي أن ينقطع عنها فهنا يجوز له الفطر كما قال الحق سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له في حالة الإنسان المريض إذا كان مريضا بمرض يرجى برؤه يعني ينتظر شفاءه فينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي يوما مكان كل يوم أفطره في رمضان فإن كان مريضا بمرض لا يرجى برؤه يعني لا ينتظر الشفاء منه كالأمراض المزمنة هنا يخرج الفدية ولا اسم عليه ويأخذ نفس سواب الصيام إن شاء الله ما دام غير قادر لذلك نود أن نقول أن الفدية تكون إطعام مسكين طعام يوم كامل عن كل يوم أفطره المريض من أوسط ما تطعمون أهليكم قدرها العلماء بنصف صاع من أغلب قوت البلدة الفتوى العام الماضي كانت أن الفدية في اليوم لا تقل عن عشرة جنيهات ومن استطاع أن يزيد فهو خير له لكن عليك أن تقدر أو عليك أن تقدري تم النصف صاع من أغلب قوت البلدة سواء كان أرز أو طمر أو قمح أو شعير أو زبيب أو ما شابه ذلك وإما أن يخرج ثمنه أو يخرج طعام يوم كامل لمسكين طعام إفطار وصحور والله يتقبل ويعفو عنك إن شاء الله طبعا المسؤول عن حضرتك هو اللي ممكن يدفع يعني إذا كان في حد قائم بالإنفاق عليك هو اللي ممكن يقوم بالدفع إن شاء الله ومدام فدى عنك فكده إن شاء الله أنت براء نرجع للأخت فاطمة بتسأل عن الزواج المبكر الزواج المبكر له أضرار وله مخاطر وطبعا إحنا عندنا شروط الزواج الصحيح في الإسلام ستة لابد إن احنا نعيها جيدا علشان يبقى كل عارف الزواج الصحيح شروطه إيه الشرط الأول الإيجاب والقبول يعني الاتفاق بين الطرفين الشرط الثاني الإشهار أي الإعلان أعني بذلك إخبار أكبر عدد ممكن من الناس بأن فلانا تزوج من فلانا الشرط الثالث موافقة ولي أمر الزوجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها امرأة أنكحت نفسها يعني زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 الشرط الرابع شاهدان من الرجال العدول الثقات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل الشرط الخامس موافقة الزوجة نفسها فلا يجوز لرجل أن يرغم ابنته أو موكلته على أن تتزوج بشخص لا ترغب فيه وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة النساء والرجال وقالت يا رسول الله أليس للمرأة إذن في زواجها؟ قال بلى المرأة لها إذن في زواجها قالت ماذا تقول في أبي زوجني برجل لا أرغب فيه فقال زواج باطل أطلقك منه؟ قالت المرأة لا يا رسول الله ولكنني أردت أن أعلم النساء والرجال أن للمرأة حقا في أن تستازن في زواجها أما الشرط السادس وهو شرط مستحدث جديد وهو وثيقة العقد الشرعية أو الرسمية أسيمة الزواج المسجلة في المحكمة والسجل المدني قد يقول قائل إن هذه الوثيقة لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل نعم ولكن هناك قاعدة ثقهية تقول ما تعارف عليه الناس إن لم يخالف الشرع فهو شرع الناس الآن لا يتعملون إلا بالأوراق الرسمية وهذا لا يخالف الشرع في شيء بل يخدم الشرع ويضمن الحقوق وينظم العلاقات ويحافظ على الأنساء لذلك أصبح شرطا رسميا أقره العلماء في العصر الحديث الزواج المبكر يفتقر إلى هذا الشرط فلن تستطيع الفتاة قبل سن الثامنة عشرة من عمرها أن تحصل على هذه الوثيقة ولن يستطيع الشاب قبل سن الواحدة والعشرين أن يحصل على هذه الوثيقة ولذلك نرفض الزواج المبكر لما فيه من أضرار يضيق الوقت عن ذكرها نرجع إلى سؤال الأخت التي كانت تسأل عن قطيعة الرحم ونقول إن الإنسان عليه أن يحاول أن يصل من قطعه عملا بالوصية المحمدية القائلة أعف عن من ظلمك وأعط من حرمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك ولا تخن من خانك فإن أبوا فعليهم إثمهم وقد حدثني شاب وذكر أن أباه قد توفي منذ فترة من الزمن فرآه في المنام يلهث عطشا قال كان أمامه في الرؤية بئر ماء وخلفه حوض ماء كلما اقترب من الحوض ليشرب منه منع منه وطرد عنه وكلما أدلى دلوا بحبل إلى البئر ليشرب انقطع الحبل ولم يستطع أن يحضر الماء قلت له حدثني عن حال أبي كما أرحامه قبل موته قال إن أبي كان له أخ خاصمه منذ سبع سنوات كلما جاء عمي ليصالح أبي أعرض عنه وأبى مصالحته حتى مات على هذه القطيع وهذه الخصومة ذكرت له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليه أخوه معتذرا فلم يقبل لم يرد علي الحوض يوم القيامة وذكرت له أن الرحم قد اشتقى لها الرحمن اسما من اسمه وقال من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وأوصيته بأن يصالح عمه ويصل رحم أبيه بعد موته معنا اتصال جديد من من الأختراشة فضالي أهلا وسهلا فضالي أقول له حضرتك كما كنت عايزة أتأل عن حكم الترجيع في السيوم حامل وعن أتوى برجع يعني دوت ايه شكرا تفضالي يا أختراشة الأختراشة تسأل عن الترجيع يعني التقيق احنا ذكرنا في بداية الحلقة أن التقيق إذا كان دون إرادة الإنسان فلا يؤثر على صحة الصيام في شيء الصيام صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعاه القيء يعني من غلباه القيء فلا قضاء عليه وصيامه صحيح ومن استقاء عمدا فعليه القضاء وهناك أمور ينبغي أن ننتبه إليها جيدا الإنسان قد يشك في بعض الأمور أنها تفسد الصيام ولكنها لا تفسد الصيام يجوز للصائم أن يتبرد بالماء أن يسبح في الماء أن يغسل رأسه بالماء أن يتمضمض في غير أوقات الوضوء بشرط أن يحترز من بلع أي قطرات من الماء إذا كان الجو شديد الحرارة كذلك يجوز للصائم أن يتسوك يعني يستخدم السواك في نهار رمضان يجوز للمرأة التي تقوم بطهي الطعام أن تتزوق بطرف لسانها الطعام حتى تضبط الملح دون أن تبتلع شيئا من الطعام وأما بالنسبة للعطور يجوز التعطر وشم الروائح الطيبة لا يفسد الصيام ولكن تجنب أن تشم البخور أو الدخان لأنه قد ينفذ إلى المعدة بالنسبة للنقط العين يجوز الاكتحال في العين ولا يؤثر على صحة الصيام كذلك قطرة العين أو نقط العين لا تفسد الصيام نقط الأذن أو قطرة الأذن لا تفسد الصيام على الأرجح أما نقط الأنف هي التي تفسد الصيام لأنها قد تصل إلى الجوف قياسا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه وبالغ في الاستنشاق أي أثناء الوضوء إلا إذا كنت صائما وأما بخاخ الربوة فهو لا يؤثر على صحة الصيام ولا يفسد الصيام لأنه غاز يؤدي إلى توسيع المسام أو مجرى النفس دون أن يصل إلى الجوف استنشاق غاز الأكسجين في التنفس الصناعي لا يفسد الصيام منظار المعدة لا يفسد الصيام إلا إذا كان معه مادة دونية تسهل دخوله فهذه هي التي تفسد الصيام لأن فيها مادة دونية تعتبر نوع من أنواع المواد المغذية أقر العلماء أن وضع القرص الذي يوضع تحت اللسان في حالة الأزمة القلبية لا يفسد الصيام إذا احترز الصائم من بلع ما قد يتحلل منه أما الغسيل الكلوي فإنه يفسد الصيام بلا نقاش لأنه يدخل في الجسم مواد مغذية ويتم نقل دم وتغيير دم في الجسم وما شبه ذلك أعزكم الله أما بالنسبة لشكة الإبرة لتحليل السكر فهذه لا تفسد الصيام سحب عينة بسيرينجا لعمل تحليل من تحليل الدم لا يؤثر على الصيام نزول الدم بالرعاف من الأنف لا يفسد الصيام الإنسان الذي تعرض لجرح جرحت يده أو رجله وسال منه الدم هذا لا يؤثر على صحة صيامه خروج الدم بقلع الدرس يعني من قلع درسا من أدراسه ونزل منه دم هذا لا يؤثر على صحة الصيام أما خروج الدم بالحجامة أو بنقل الدم فهذا هو الذي يفسد الصيام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم يعني من أجر الحجامة لنفسه أو أجراها له غيره لأنها تغير كيميائية الدم في جسم الإنسان وقياسا عليها نقل الدم يفسد الصيام على أرجح الآراء من آراء العلماء والفقهاء لذلك فإن الإنسان الصائم ينبغي عليه ألا يتبرع في نهار رمضان إلا إذا ظهرت أمامه حالة يخشى هلاكها جاز له أن يفطر ويتبرع لإنقاذ هذه النفس وهو يفعل خير ويدفع ضرر ويقضي يوما مكان هذا اليوم وأما بالنسبة للحقن فالحقن على أربعة أنواع حقن للتداوي وحقن مغذية وحقن تخديرية وحقن شراجية أما حقن التداوي فجميعها لا تفسد الصيام ما دامت للتداوي والعلاج سواء أن كانت بالعضل أو بالوريد أو تحت الجلد وحقن التغذية هي التي تفسد الصيام مثل المحلي المغذية أو ما شابه ذلك وأما الحقن التخديرية إذا كان بينجا موضعيا لا يغيب وعي الإنسان أو لا يغيب الوعي عن الإنسان فهذا لا يفسد الصيام كمن ذهب لكي يقلع درسا وأخذ حقنة منك هذه لا تفسد صيامه ولا تؤثر عليه وأما الحقن الشراجية ففيها اختلاف ولكن على أرجح الآراء أنها قد تصل إلى الجوف ولذلك يحترز منها ويقال إنها تفسد الصيام بخلاف التحاميل أي الأقماع اللبوس فإنها تزوب قبل أن تصل إلى الجوف ولذلك فإنها لا تؤثر على صحة الصيام وكذلك اللبوس المهبلي أو الغسول المهبلي لا يؤثر على صحة الصيام وكذلك كشف النساء عند طبيب النساء والتوليد لا يؤثر على صحة الصيام لا يفسد الصيام ببلع الريق ولا غربلة الدقيق ولا غبار الطريق لأن بعض الناس قد يكثروا من البسق في نهار رمضان ظنًا منه أن هذا قد يؤثر على صحة صيامه لكن الصيام صحيح مهما ابتلع طريقك ما دمت لم تأخذ شيئا من الخارج هذه أمور ينبغي التنبيه عليها حتى نعرف أحكام الصيام النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الشهر المبارك فيه آداب ينبغي أن نتحلى بها وفيه وصايا وأخلاق ينبغي أن نلتزم بها سيما وقد انتاب كثيرا من الناس بعض القلق والخوف والفزع بسبب أغلاق المساجد في هذا الوقت نأخذ اتصال من الأخ علاء تفضل أستاذ علاء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا معك علاء أفادي من أصيوت أهلا وسهلا أستاذ علاء تفضل أهلا بعضتك وكل أهل أصيوته الصعيد دكتور راد بك معرفش سؤال بك واحد شغال يموية معي حضرتك نعم فبيشتغل الصبح أمان سألني يعني السؤال لي أخذ لبالك فأنا قلت له برضو أني سأل أهل الذكر برضو أشكرا فضل فهو شغال باليموية فهو عايز يعني يرخص يروحك وقلت له من يمتح في الإستار قال لك لا عشان عليه أقصات وعالية مش عارفية وعايز أفطره وعلي كده ببقضيها الأيام أشكرك يا أستاذ علاء حاضر طيب هنرد عليك يا أستاذ علاء بس ناخد اتصال معنا مين يا أستاذ الأخت إلهام تفضل يا فندم لما سمحت أنا أسفة يعني البنوة جاتني يوم الثلاث وأنا فطرت مبارح بس النهاردة صايمة فهل في يومي ينفع ولا لأ يعني تطهرتي الحمد لله لأ لسه لا لابد أن تتأكد من الطهر أولا تمام لابد من الطهر الأول بإذن الله ما فيش صيام ولا صلاة إلا بعد الطهر فضل نرجع لسؤال الأخ علاء من أسيوت هو يسأل عن الإنسان اللي بيعمل في عمل شاق يعمل باليومية يعمل في فرن في مخبز في مصنع أو ما شابه ذلك وعايز يفطر أولا أصحاب الأعذار الملخص لهم بالفطر ستة ينبغي أن نعرفهم جيدا حتى لا تختلط علينا الأمور طيب هنجاوب هنكمل الإجابة بس هنمناخد اتصال من المؤانس تفضل يا مؤانس لو سمحت أنا كنت شهر رمضان اللي فات كنت عامل عملية حالة مجالي وكان أصرب أول رمضان اللي فات كنت حامل فما أصوم الشهر كله تمام والشهر رمضان وبقالي أربع شهور دلوقتي والدة وينفع لنا أصوم دلوقتي بغير ما أصوم قاضية الشهر اللي فات أشكرك ماشي شكرا جزيلا تفضل يا مؤانس نجاوب الأول على سؤال الأخ لا إحنا ذكرنا أن أصحاب الأعذار ستة المريض والمسافر والحامل والمرضع والطاعن في السنة والمخرف المخرف يعني الذي أصيب بضعف في الزاكرة أو بمرض الزهايمر أو فقد الزاكرة بحيث أنه لا يركز في معنى الصيام أو الإمساك أو ما شابه ذلك هؤلاء هم أصحاب الأعذار وبالنسبة للمريض قلنا أن هذه الرخصة يتحكم فيها الطبيب هو الذي يقول إن كان هذا الشخص يتضرر من الصيام فبذلك يأخذ الرخصة وأما بالنسبة لأصحاب الأعمال الشاقة فهم لا يدخلون في جملة أصحاب الأعذار على الإطلاق لكن الإنسان اللي حاسس أنه بيعمل في عمل شاق في فرن والجو شديد للحرارة أو في مخبز أو ما شابه ذلك أو في مصنع ويشعر بضرر بالغ لا يجوز له أن ينوي الفطر لكنه بيجمع النية من الليل على الصيام ويلتمس من الله العون ويستيقظ صائم ويحاول أن يتم صومه قدر المستطاع ويتماسك ويتجلد لكن إن جاء في وسط النهار وشعر بقرب الهلاك يعني وصل مثلا لدرجة من العطش أنه شعر أنه ممكن يهلك تماما لو لم يأخذ جرعة ماء في هذه الحالة جاز له من قبيل الحفاظ على النفس أن يتناول ما يدفع به الضرر عن نفسه فقط يعني لا يشرب لتر ماء وإنما يأخذ قدرا قليلا أو جرعة تنقذه تنقذ حياته ثم يمسك حتى غروب الشمس وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم لكن أن يأخذ رخصة فهو ليس له رخصة إلا إذا شعر بالهلاك المحقق يأخذ ما يدفع عنه الهلاك فقط ثم يتم الإمساك بالنسبة للأخت أم أنس اللي كانت بتسأل على أنها حامل ومرتع طبعا هي لها رخصة إذا عد عليها السنة وجاء شهر رمضان الآتي دون أن تصوم الأيام الفائتة فعليها الفدية عليها الفدية يعني الفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من أغلب قوت البلدة وذكرنا أن الإطعام يكون بـ 8 نصف صاع أو بنصف صاع من أغلب قوت البلدة عن كل يوم وذكرنا أنه في العام الماضي كانت الفتوى تقول أن هذه الفدية لا تقل عن عشر جنيهات عن اليوم ومن استطاع أن يزيد فله الزيادة لأنها من أوسط ما تطعمون أهليكم نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته